مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا العرض الإخباري من قناة بي جي دي تيفي والبداية بالعنوين فريق العدالة والتنمية بالبرلمان يجتمع بالأمين العام للحزب الأستاذ عبدالإله بن كيران الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في لقاء تواصلي مع برلماني المصباح البرلمان يفتتح اليوم دورته الربيعية للسنة التشريعية الحالية السياحة بمدينة الإنبعاث تنتعش بنسبة 20% أهلا بكم من جديد بحضور الأمين العام لحزب العدالة والتنمية نظم أعضاء مجلسي النواب والمستشارين لحزب المصباح لقاء تأطيريا بالمقر المركزي لحزب بالرباح اللقاء كان فرصة لمناقشة المستجدات السياسية التي يعرفها المغرب وعلى رأسها تشكيل الحكومة الجديدة المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي عقد أعضاء مجلسي النواب والمستشارين لحزب العدالة والتنمية يوم أمس الخميس اجتماعا بالمقر المركزي للحزب بالرباط هذا اللقاء تطرق للمستجدات السياسية التي يعرفها المغرب وعلى رأسها تشكيل الحكومة والأثار الجانبية لها بما فيها الأفاق المستقبلية التي سيشتغل عليها فريق المصباح بالمؤسسة البرلمانية وفق التوجهات التي تحددها الأمانة العامة للحزب والمجلس الوطني والمؤتمر نحن إلى جانب باقي الهيئات فريق العدالة والتنمية هي أدات من أدوات مهمة لدى حزب العدالة والتنمية والتي سنشتغل وفق التوجهات التي ستحددها المؤسسات الحزب وفق التوجهات التي يعطيها الأمن العام وكذلك الأمن العنبع والمجلس الوطني والمؤتمر فسوف نشغل إن شاء الله في هذه الأفاق اللقاء عرف حضور الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأستاذ عبدالإله بن كيران الذي أكد بالمناسبة خلال كلمته أن حزب العدالة والتنمية لن يتراجع عن الخط الذي رسمه منذ البداية المثمتل في الإصلاح وبن كيران نبه خلال كلمته كذلك إلى أن طلب المواقع أو الامتيازات ليس من العيب في شيء ولكن مع الحرس على الالتزام بالمبادئ والقيم في نفس السياق دائما عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم لقاء تواصليا مع برلماني الحزب بالمقر المركزي للحزب بالرباط اللقاء كان مناسبة لمناقشة السياق والخلفيات التي تم فيها مشاركة حزب المصباح في الحكومة وكذا عرض أهم مضامين البرنامج الحكومي ورقة في الموضوع في لقاء تواصلي مع برلماني الحزب بالمقر المركزي بالرباط اليوم الجمعة قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة إن مشاركة حزب العدالة والتنمية في الحكومة كما في العملية السياسية برمتها لا تنطلق لا من طمع ولا خوف من المشاركة في الحكومة أو التموقع السياسية وأن الموقع الذي ناله حزب العدالة والتنمية بالحكومة هو انتصار في ظل الصياق السياسي الموجود أما بخصوص البرنامج الحكومي فقد أكد رئيس الحكومة أن لا قطع مع الإصلاحات التي بشرتها حكومة عبداليلة بن كيران على مختلف المستويات هذا وشدد رئيس الحكومة على أنه لا يمكن منع الأصوات المنتقدة بخصوص تشكيل الحكومة لكن هناك قدر مقدر من الأخلاق في التعبير عن الرأي وأن الحزب لن يكون له إلا النجاحات المصمرة حالا ومستقر في موضوعنا آخر وطبقا لمقتديات الفصل الخامس والستين من الدستور افتتحت المؤسسة البرلمانية اليوم دورتها الربيعية لسنة التشريعية الحالية افتتاح هذه الدورة يأتي في سياق تعيين الحكومة الجديدة ومناقشة برنامجها الحكومي التقرير والمزيد من التفاصيل افتتح البرلمان اليوم دورته الربيعية بغرفته في وجه نواب الأمة ومستشارها المجلس عقد جلسة عمومية مخصصة لانتخاب المناصب الشاغرة في أجهزته ويأتي ذلك طبقا لمقتديات الفصل الخامس والستين من الدستور الذي ينص على أن البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر ومن المزمع أن يعرف البرلمان بداية الأسبوع المقبل عرض البرنامج الحكومي من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وتنصيب الحكومة كما ينص على ذلك الفصل الثامن وثمانين من الدستور بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء لصالح البرنامج الحكومية وفي القطاع السياحي عرفت مدينة أغادير خلال الشهر مارس المنصرم عرفت انتعاشا سياحيا ملحوظا سواء في عدد الوافدين أو ليالي المبيت نسبة الانتعاش بلغت 20% المزيد من التفاصيل في السياق التقرير التالي ارتفع عدد السياح الوافدين على مدينة أغادير خلال شهر مارس المنصرم بحوالي 20% حسباء الإحصائيات الرسمية للمجلس الجهوي للسياحة سواء في عدد الوافدين أو ليالي المبيت وتأتي السياحة الداخلية في المرتبة الأولى إذ تصدر عدد السياح المغاربة جميع أرقام الأسواق السياحية التقليدية ووصلت نسبة ملء الفنادق 47% شكلت فيها الفنادق من فئة خمسة نجوم 63% وأربع نجوم 48% والقرى السياحية 63% ويبقى قطع السياحة بالمغرب قطعا حيويا سهم بشكل كبير في الرفع من مردودية الاقتصاد الوطني منذ أربع سنوات متتالية بهذا الخبر مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه النشرة للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني PGD.MA وباقي منصتنا الإخبارية التي تظهر على الشاشة دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة